يتمتع المواطنين من جميع القوميات في منطقة شنجانج بعطوة تستمر ثلاثة أيام لعيد الأضحى وفي هذا العام بدأ مسلم المنطقة لاستعداد للعيد قبل نصف شهر بأعداد الأطعان الخاصة وشراء ملابس جديدة نستحم ونلبس لملابس الجديدة قبل شروق الشمس ثم نزور مكابر العائلة بعد ذلك نذهب إلى المساجد للمشاركة في صلاة العيد يركس الناس أيضا وسط أنغام الموسيقى احتفالا بالعيد وعرض إمام المسجد شريط فيديو لصلاة العيد قائلا أن اتهامات بعض وسائل إعلام الغربية بفرض قيود على الحرية الدينية لا أساس لها من الصحة في شنجانج يتمتع كل مواطن بحرية المعتقد أو عدمه ويحترم الجميع بعضهم البعض الأماكن الدينية مفتوحة للعمة ومن الممكن للمتدينين زيارتها بحرية من أجل جعل الأماكن الدينية أكثر راحة استثمارت الحكومة الكثير وزودتها بمكيفات الحواء ونوافير المياح وأجهزة التلفاز وأشياء أخرى ومشاهدة حفلة العيد مع الأسرة هي تقليد محلي أيضا حيث قالت مخرجة الحفل إنها تأمل أن يتمتع المشاهدين بعروض هذا العام تشمل حفلة هذا عام مختلف العروض الفنية بما فيها كتع من موسيقى وغور ورقصات طاجكية والعب بهلوانية وعروض كوميدية وغيرها آمل أن يقطي مشاهدون وقتا سعيدا هذا وقال إيلي جان أنايت المتحدث باسم حكومة منطقة شنجان إن الحكومة المحلية ستعمل عظمان توفر الطعام وضروريات خلال أيام العطلة الثلاثة موسيقى شكرا